السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من ويديو نهاردة ان شاء الله هستكمل فيه معاكم الشكل رقم تلاتة اللي هو الشكل المستطيل لغرزة سي تو سي او من الزاوية للزاوية. شرحنا مع بعض الغرزة بشكل مسلس بحيث نعمل بيها آآ شال حريمي مسلس او سكر في بناتي آآ كمان شرحناها بشكل مربع نعمل منها مفرش سرير او نعمل منها بطانية للبيبي او ممكن كمان نعمل منها مفرش سفرة. النهاردة ان شاء الله هنشرحها بشكل مستطيل تقدري تعملي منها شال حريمي مستطيل او تقدري تعملي منها آآ بسم الله الرحمن الرحيم كفية رجالي او حليم. طبعا الخيط بتاعي مفروض اشتغل فيه بابرة رقم ستة بس انا مش لاقي الابرة بصراحة رقم ستة فهشتغل فيه معكم بابرة رقم اربعة ونص مليمتر. لكن تعليمية الخيط طبعا بتقولي اشتغل بابرة رقم ستة مليمتر. اهي. بس عادي يعني احنا ممكن هنشتغل باي ابرة موجودة عندنا بس المهم ان هي تكون الخيط يسمح طبعا ان احنا اشتغل بها. بالشكل ده اهو الابرة بتاعتي بردك مناسبة للخيط. لو جينا بردك جربناها بالطريقة اللي احنا ايه اعتدنا عليها. انا عندي هنا الابرة تسمح ان انا اشتغلها حتى بتلاتة مليمتر. اهي. يعني من تلاتة لأ تلاتة ونص. تلاتة ونص. الابرة تلاتة ونص. اهي. بالشكل ده نقدر نشتغل بيها بردك. بس انا عايز الابرة الاكبر. ليه? لان في الخيطة دي بصراحة الابرة الاكبر بتديكي ايه ضخامة كده وبتكون هيشة وحلوة. فالخيط دوت هنشتغل فيه بابرة رقم ستة مليمتر. طبعا شفتو الخيط بتاعي اهو اسمه. هسيد مسافة من الخيط. طبعا بدايتي بتكون واحدة في كل الاشكال اللي احنا بنشتغل بها غرزة سي تو سي. هلف الخيط حلقة بالشكل دوت. هدخل بالابرة بتاعتي في الحلقة الف الخيط واخرج بالشكل ده. طرف الخيط القصير بشده وبقى في العودة البداية. علشان ارتفع الغرزة بتاعتي الراوند الاول دايما بنرتفع في بداية كل سطر ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة عشان تعملي سلسلة بيكون معيكي حلقة بلف الخيط وبخرج منها كده سلسلة يبقى اربعة خمسة ستة. انا كده معي ستة سلاسل. هسيد طبعا منهم واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هتغلو اشتغل عمود بلفة يعني بشتغل على اربعة وخمسة وستة. كل واحدة فيهم بشتغل عليها عمود بلفة بيديني تلاتة عمود بلفة بيجانبهم طبعا سلاسل ارتفع التلاتة دول. عشان تشتغلي غرزة عمود بلفة بيكون معيكي حلقة بتلف الخيط بيبقى حلقتين. هسيد طبعا واحد اتنين تلاتة. ورقم اربعة انا عندي زي ما انتم شايفين فيه الضلع الخلفي للسلسلة والضلع الامامي. مش هينفع طبعا نشتغل في الضلع الامامي فهاشتغل على الضلع الخلفي للسلسلة. لو في غرزة فوق بشتغل في حرف كامل. هاليف الخيط واخرج بيبقى معيكي حلقة واحد اتنين تلاتة. نلف الخيط ونخرج من حلقتين. نتبقى معيي حلقتين نلف الخيط ونخرج منهم بالشكل ده كده عملت اول عمود. بعمل تاني عمود. بيكون معي حلقة بلفي بحلقتين. هدخل في الغرزة اللي هشتغلها. الف الخيط واخرج من تحتها. معي تلات حلقات. بلف الخيط وبخرج من اتنين. بقوا اتنين. بلف الخيط وبخرج من. وهكزا. العمود التالت. بالشكل دوت مفيش حاجة شمالي خلاص اشتغل عليها. مفيش سلاسل شمالي او اي شغل شمالي اشتغل عليه. انا كده خلصت الراوند رقم واحد. هرتفع لراوند جديد. اتفقنا مع بعض لكل جديد بارتفعه. بارتفع كام سلسلة ستة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هسيب منهم كام? واحد اتنين تلاتة. وفي رقم اربعة هدخل. واشتغل عمود بلفة. ورقم خمسة كمان عمود بلفة. يبقى كده اتنين. رقم ستة كمان عمود بلفة. يبقوا تلاتة عمود بلفة على التلات سلاسل اللي تحت. طبعا احنا ارتفعنا ستة. سبنا تلاتة واشتغلنا على تلاتة. انا كده بالشكل ده شغلي. هلف بقى الشغل اللي تحت ده كده. علشان ايه? علشان اخلي رأس العمود عندي هنا ملاصق لسلسلة تلتة هنا من تحت. انا دي واحد اتنين تلاتة. السلاسل اللي احنا سبناها تحت بنشتغل عليها فوق. بدخل في تالت سلسلة او اول سلسلة طبعا بتكون هنا عندي. والف الخيط واخرج وبعمل غرزة حشو. بالشكل ده. طيب انا كده خلصت السطر. لأ لسه عندي تلات سلاسل دول هشتغل عليه. عشان اشتغل على تلات سلاسل هشتغل تلاتة عمود بلفة. ازا لازم ارتفع ارتفاع العمود بلفة واحد اتنين تلاتة. يبقى انا هنا عندي ارتفاعين في الغرغة. عندي ست سلاسل. ست سلاسل قعدة سبتة دايما في دماغك ان هي دايما بتكون في بداية السطر الجديد. عمرك ما هترتفع ست سلاسل في نص ايه السطر. التلات سلاسل اللي ارتفاع بتكون داخل الشغل. لما بكون انا قفلت بحشو بكون في شمالي هنا في تلاتة سلسلة لازم اشتغل عليهم تلاتة عمود بلفة. هلف الخيط واشتغل على السلاسل التلاتة دول. تلاتة عمود بلفة. كده واحد. اتنين. تلاتة. طيب انا كده في شمالي اي حاجة اشتغل عليها? لا ما فيش شمالي حاجة اشتغل عليها خلاص. ازا رقم اتنين خلص معي. طيب عايز ارتفع راوند جديد. يبقى احنا قلنا عشان نرتفع لراوند جديد دايما بداية بتكون قد ايه? بتكون ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. انا اسنتها لكم حتى ليه كمان عشان تكونوا مغضين بالكم. ان انتم بتسيبوا ستة تلات سلاسل ما بتشتغلوش فيهم. وهو تلات سلاسل بنشتغل فيهم تلاتة عمود بلفة. ادي عمود في سلسلة رقم اربعة. وعمود في سلسلة رقم خمسة. وعمود في سلسلة رقم ستة. شغل بيكون كده. اعدلين ناحية دي اهو. شايفين? اهو. انا كنت واقفة كده. هعدل بقى شغل الناحية دي. العمود بتاعي هنا هيكون ايه لما بقفله مربع كده بالشكل ده على بعضه? بقفله في تلات سلسلة من فوق. اول سلسلة طبعا بيكون ايه? ملاصقة للعمود. واقفل بغرزة حشو. طيب انا كده في النهاية? لا طبعا مش في النهاية. انا واقفة عند غرزة حشو وهو في شمالي تلات سلسة. يبقى ارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. زي ما قلت لكم في وسط الشغل او في وسط الراوند. آآ طول ما انت شغالة داخل الراوند نفسه بترتفع بس تلاتة سلسلة. ستة سلسلة امتى? لما بكون في بداية راوند. واشتغل تلاتة عمود بلفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. انا لغاية دلوقتي ما شرحتش حاجة جديدة عن آآ الشكل الاول والتاني. عند تالت سلسلة هنا بدخل وبقفل بغرزة حشو. لسه قدامي تلات سلاسل يبقى ارتفع كمان تلاتة واحد اتنين تلاتة. وفوق التلات سلاسل دول اللي شمالي هشتغل تلاتة عمود بلفق دي واحد. اتنين. تلت. طيب انا كده فيش مالي حاجة? لأ ما فيش مالي حاجة. خلص. خلص. طيب ايه رأيكم? انا لو انا مسلا هكمل شكل مربع هكمل بقى لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجه. وبعد كده هبدأ اقفل المربع بتاعي بالطريقة اللي افنا بها المربع. طيب احنا عايزين نعمل شكل مستطيل. هاعتبر ان انا كده وصلت للعرض اللي انا عاوزي. يعني مسلا آآ الكوفية. الكوفية دي نشوف انا عاملها كم سنتي. انا عندي الكوفية هنا دي اتناشر سنتي. ولو حبة طبعا ازيد بتفضل تشتغلي السطر بتاعك لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت عايزها من تحت. يعني مسلا نعتبر ان احنا هنا وقصلنا للمقاس اللي احنا محتاجينه للشكل المستطيل. اتفقنا مع بعض. اهو. بالشكل ده. ازا انا في المرحلة دي هعمل ايه بقى? شايفين المكان عندي هنا. داني وفكت شوية من الخيط عشان ما يبضلش ايه يزعجنا واحنا شغالي. احنا زي ما احنا شايفين المكان اللي انا وقف فيه اهو. شايفين نهاية المكان ده. انا بقى هجيبي الشغل بتاعي كده. دي طبعا خيط البداية. الجنب اللي علمين. دايما هيكون اللي ارتفاع فيه في نهاية الشغل هتكون ايه? ستة سلسلة كالعادة. يعني هبدأ اعمل الشغل بتاعي بشكل طبيعي على جنب ده. الجنب اللي على الشمال آآ هيكون فيه دايما بقفل الغرزة بتاعته. يعني دايما على الشمال اللي هو الاتجاه التاني بقفل بغرزة المنزلقة. طب ازاي يا راندة يعني ايه بتقصودي ايه? يعني بصوا يا جماعة. انا هنا خلاص مش ارتفع تاني. وعايز اقفل الشكل المستطيل بتاعي او ابدأ ارتفع بالشكل المستطيل بتاعي خلاص لانا وصلت مسلا للعرض اللي انا عاوزها دوت. عايزة خلاص ابدأ اشتغل الشكل المستطيل لغاية فوق. وبعد كده هقفل. طيب هشتغل ازاي? هلف الشغل بتاعي بقى من عند المكان اللي انا وفى فيه ده. وهامشي بمنزلقة على المكان ده كله. اهو. ادي واحد. اتنين. تلاتة. واربعة كمان على سلسلة الاولى عشان اشتغل من عندها. انا كده مشيت بمنزلقة. على كل الاعمدة دول او الاماكن اللي بشتغل فيها هنا. لغاية ما وصلت للمكان ده. ليه? عشان من المكان دوت انا وقفت هنا هرتفع واشتغل على التلات سلاسل ده. واحد اتنين تلاتة. وهشتغل تلاتة عمود بلف هنا. واحد. اتنين. تلاتة. طيب دول هيتقفلوا فين معايا? هما كده كده خلاص اقول مكان داين واضح. هقفلهم في تلات سلسلة هنا بغرزة حشو. شايفين ايه اللي حصل معايا? خلاص الجنب ده بدأ يقفل. يعني انا خلاص كده ارتفعت للسطر اللي بعده. بس انا قفلت بمنزلقة في المكان ده كله عشان ابدأ اشتغل فيه الصف ده بالطريقة دي. طيب انا وقفة فين هنا? وقفة هنا. عند تلات سلاسل. هرتفع تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة. واشتغل هنا تلاتة عمود بلفة بردك زي ما احنا متعودين. واحد اتنين تلاتة. نختمهم فين? هنا هو في تالت سلسلة ارتفاع من تحت. بغرزة حشو. طيب انا هنا همشي بقى بمنزلقة على على المكان ده. لا اتفقت معاكم. الجنب اللي على يمين بشتغلوا عادي خالص زي ما كنا بنشتغل الشغل بتاعنا من الاولى. الجنب اللي هو دوت على الشمال اهو ده. هو اللي هيكون فيه القفل. يعني المكان يا جماعة اللي انا بقفل فيه انا كنت اعاد للشغل بتاعي كده. اوكي? الجنب ده هرتفع فيه الارتفاعات بتاعتي بشكل طبيعي. الجنب دوت هو ده اللي بقفل فيه. المكان اللي هتقفلي فيه هتنك طول السطور على مسافة الارتفاعات بتاعتك كلها هو اللي بتقفلي فيه بغرزة المنزلقة. المكان اللي ما بتقفليش فيه هترتفع فيه بالشكل طبيعي زي ما بتشتغل الغرزة بتاعتي. يعني عشان ما تتلغبطوش معي. انا قفلت هنا بمنزلقة. وارتفعت تلاتة سلسلة وبدأت اكمل السطر عادي. وصلت لغاية المكان ده. هشتغل على تلات سلاسل. تلاتة عمود بلفة. اتنين. تلاتة. هاليا طارق احنا هنا في في الجنب التاني. انا قفلت في الجنب ده. انا في الجنب التاني همشي بمنزلقة على دول بردك. انا صوري ما ارتفعتش التلات سلاسل. ناخد بالنا وما ننساش. واحد اتنين تلاتة. وهشتغل هنا تلاتة انا افتكرت ان انا ارتفعتها. وانا بشرح لكم في الجنب. اتنين. تلاتة. نرتفع دايما تلات سلاسل في بداية ايه اللي ما هشتغل المربع ده. يعني اي مربع جديد لازم ارتفع بمين وتلات سلاسل. انا كده في المكان دوت هل همشي بقى بمنزلقة هنا وهنا وهنا وبعد كده اشتغل في المكان ده? لا طبعا كلام دوت لو انا خلاص بقفل المستطيل بتاعي. لكن انا دلوقتي هعمل ايه? هرتفع ستة سلسلة واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هلف الشغل بتاعي وهشتغل وهسيب واحد اتنين تلاتة. وهشتغل على رقم اربعة عمود. ورقم خمسة عمود. ورقم ستة عمود. بالشكل دول. لما اجيب شغلي كده هقفل فين? هقفل في سلسلة رقم تلاتة هنا من تحت. يبقى انا شايفين بقى? اهو. الجنب ده انا بارتفع فيه بشكل طبيعي. دايما بدايته هتكون ستة سلسلة. اهو. الجنب ده. اللي عند طرف الفضل. الجنب التاني اللي هيكون هنا اللي بقفل فيه دايما هقفل فيه. وهوريكوا دلوقتي لما نوصله ازاي هنقفل فيه برضا. طيب انا اشتغلت الغاية هنا. بدأت سطر جديد واشتغلت الغاية هنا. وقفت عند تلاتة سلسلة. يبقى هرتفع واحد اتنين تلاتة ومش هننسى الارتفاع بتاعنا دايما. واشتغل واحد اتنين تلاتة. بروح اقفلهم في تلات سلسلة بغرزة حشو. قابلتني تلات سلاسل كمان. واحد اتنين تلاتة ارتفاع سلسلة. واروح اشتغل تلاتة عمود بلفة. ادي واحد. اتنين تلاتة. بنقفلهم فين? اهو في تلات سلسلة ارتفاع من فوق. اهو بغرزة حشو. طيب انا وقفها في المكان دوت. هرتفع بقى ستة سلسلة? لا. ليه? لان ده المكان اللي انا بقفل فيه بالسلاسل. مش احنا اتفقنا. جنبها هنرتفع فيه ستة سلسلة وجنبها هنقفله بالسلاسل? يبقى ده الجنب اللي انا بقفل بيه في السلاسل. هشتغل فيه ازاي تايب راندا? هلف الشغل بتاعي كده. وهمشي بمنزلقة زي ما عملت في السطر اللي هو ايه? اللي فات. اتنين. تلاتة. ولغاية ما وصل للسلسلة يبقى اربع. شايفين اهو? بارتفع من ناحية وبقفل من ناحية. تعالوا بقى انا لو خلاص وصلت للارتفاع بتاعي. يعني هتاني ارتفع من الجنب ده واقفل من الجنب ده ارتفع من الجنب ده واقفل من الجنب ده. وطبعا بطريقة شرحنا انا كنتمسكه لكو كده. المكان ده اللي بارتفع فيه بستة سلسلة وبشتغله عادي طبيعي جدا. والمكان ده اللي بقفل فيه بغرزة المنزلقة زي ما احنا شايفينه وبرجع ارتفع تلاتة سلسلة وكمل للمربع ده وهكزا. طيب عنا دلوقتي وصلت لغاية حجم المستطيل اللي انا محتاجه. ووصلت الحجم الكفية اللي ارتفعها بتاعها اللي انا محتاجه. هاتفع واحد اتنين تلاتة. عندي هنا هبدأ قافل بقى المستطيل. دي تلات سلاسل. هشتغل عليهم تلاتة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة. هنتقفله فين اهو المكان بتاعي في تلات سلسلة ارتفعها من فوق وغرزة حشو. بالشكل دوت هارتفع انا عندي تلات سلاسل تانية وارتفع واحد اتنين تلاتة. وهروح اشتغل على تلات سلاسل تلاتة. عمود بلفة كده واحد. تلاتة. وهروح لتلات سلسلة هنا اهي. وهقفل بغرزة حشو. لو انا هرتفع طول تاني لو عايزة طول تاني همشي طبعا هرتفع تلاتة سلسلة واشتغل على تلاتة دول تلاتة عمود بلفة وارجع في البداية هشتغل ستة سلسلة واشتغلها بشكل طبيعي. عايزين بقى تقفلوا الشكل المستطيل بتاعكم. انا كده خلاص بقفل الشكل المستطيل بتاعي اكتفيت بالارتفاع ده. بلف بقى الشغل بتاعي. وبقفل من فوق كده بامشي بمزلقة. اتنين. تلاتة. اربعة. عندي دلوقتي ايه? المكان ده خلاص مفروض ان انا قفله. واقف عند تلات سلاسل في واحد اتنين تلاتة سلسلة ارتفاع. واشتغل تلاتة عمود بلفة دي واحد. اتنين تلاتة. هيتقفلوا فين? اهو المكان بتاعي واضح جدا وده. بغرزة منزلقة بلافل خيط وبخرج وبخرج من الحلقة اللي عليها. شايفين? انا كده اشتغلت الشكل المستقيم. عرفت ازاي برتفع? يعني شايفين الكفية بتاعتي دي لسه طبعا ما كملتش لسه برتفع انا الفوق. عندي الجنب ده اللي بقفل فيه اهو. شايفين? ده الجنب اللي برتفع فيه بشكل طبيعي. الجنب اللي هو عند خيط البداية. برتفع فيه دايما بستة سلسلة في بداية الراون. اما الجنب اللي على الشمال عندي هنا فدايما بامشي بيه بمنزلقة وهتلاقوا طبعا المنزلقة بتاعتي بينا. بيكون يعني جزء اللي هي المربع ده بامشي فيه بمنزلقة. وعشان ارتفع طبعا المربع اللي فوقيه برتفع تلاتة سلسلة وبكمل ايه شغل للناحية دي كده. زي ما احنا شوفنا. دي كانت فكرتي النهاردة وده تالت شكل لغرزة او من الزاوية للزاوية. وفيه طبعا ان شاء الله حلقات تانية ازاي هنعرف نرسم رسومات داخل الغرزة نفسها. بحيس ان احنا لو عاملين مسلا مفرش سرير او بطنيت بيبي. حبة ترسمي جواها دبدوب او حبة ترسمي جواها قلب او اي حاجة طبعا حبة تدخل الرسمة بتاعتها داخل المربعات دي. هنشوف ازاي نقدر نشتغلها وندخل كمان جوا منها صور والعاب اطفال. دي كانت فكرتي النهاردة اتمنى يا رب انها هتنول اعجابكم لو اعجابكم الفيديو اعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب واستنوني الفيديو جديد من وي.